السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شباب رجعت لكم فيديو جديد شرح جديد قبل ما نبدأ بهذا الشرح سمونا الصلاة على النبي ايدك على اللايك واشتركونا بهاي القناة حتى نستمر معكم قبل ما بدأ بالشرح انا جوالي كل الناس بتعرفوا مراد نبرايم لص مع هيك شوف البرامجة اللي منزلة عليه اي كلياته ومع هيك عندي تقريبا شي واحد دقيقة فاضي مشان ما احده بحكي لي انك كذاب فتعصي انت الجهاز تقريبا شي واحد دقيقة عندي فاضي سمية مية وستين قليلا تلاتمية ميجا يعني حجم برنامج بنقصني حتى بصير بالواحد دقيقة اه بنكفي معنا بالشرح اليوم يلي بحي عفوا يلي بحب يسوي جواله مثل هيك حتى لو ما كان جوالك فيك بتصوي هاي الطريقة بتصر عندك الزاكرة فاضية بترك لكم رابط المقطع بالوصف تحت بالdescription او بشرة الاستفهام فوق بزاوية الشاشة بنرجع لاشرحنا اليوم شرحنا هو تطبيق rotation control pro هاي هو التطبيق هاي التطبيق شغلته بيعمل لك كاي شي بالشاشة ان كانت بالعرض او بالطول بيقلب لك اياها انت رح تعكي انا شو بدي بهذا البرنامج عندي هاي الواجهة اتجاه العمودي فيه بعمل افقي وعادي بس هاي الواجهة طبعا نظامه لكل البرامج طبعا لهيك هذا البرنامج بيعمل لك كم برنامج يعني بيكونوا بالعرض بيعمل لك يهم بالطول مثل برنامج الكينيماستر كلنا منعرفوا ان هذا البرنامج بالعرض بيشتغل اذا فتنا على البرنامج control على التطبيقات وعملنا للكينيماستر اتجاه العمودي ونفوت على الكينيماستر مثل مو شايفين الكينيماستر باتجاه العمودي صار بنرجع الكينيماستر باتجاه العمودي مثل مو شايفين مثل مو شايفين ببك تش Cay عميات نظامي على التجاه العمودي اللي بيكره الاتجاه العمودي يعني في ناس ما بتحباط الاتجاه بترجع من هاي الواجهة اللي هون بتش Coach شايفين صارت الشاشة بالاتجاه الافقي كل شي صار بالاتجاه الافقي حتى قايمة التطبيقات تفتخذ صارت 1984 rope والراجعة للأتجاه العمودي مثل ما كانت بنرجع مثل المشايفين رجعت الشاشة بالأتجاه العمودي يلي بيحب بنزل هذا البرنامج رح ترك لكم الرابط بالدسكريبشن للوصف تحت ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير وأهم شي سبسكرايب لنستمر معكم بالشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته